البداية تحية لكل الاهلوية اللي بيتابعونا مبروك تلت نقاط غالية تقرب الاهل كتير تقرب بس ما تحسيمش لكنها تقرب الاهل كتير جدا من حسم لقب البطولة المفضلة عند كل الاهلوية بطولة الدوري مباراة قمة أو فت بعوضها رجال الاهلي كانوا عند الوعد وعلى قد المسؤولية الحقيقة جمهور الاهلي مقدرش تنسى الحقيقة جمهور الاهلي كان حاضر في الستاد مبارح وشجع الاهلي من قبل المباراة ما تخلص لغاية ما انتهت بفرحة كبيرة جدا بفوز غالي جدا على بيرامدز فوز أعتقد أنه في حسابات البطولة يخلي الاهلي يقطع خطوة عملاقة جدا نحو اللقب يتبقى مواجهة وحيدة أخيرة فاصلة أعتقد هتكون لها التأثير الكبير جدا على حسم اللقب بشكل كبير وهي مواجهة 22 يوليو أمام بيرامدز أيضا عندنا مواجهات صعبة مشوار الاهلي متبقي في عدد من المطشاط اللي أعتقد أنها كلها تبعى نفس المستوى الصعوبة أصعبهم بيرامدز بالتأكيد لكن ده ما قاللش أبدا من مواجهة مودرن المطش اللي هنلعبه إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي برضو واحدة من المطشاط الصعبة جدا بتنتظر النادي الأهلي أريحية نوعا ما تخفف نتيجة مبارح من حجم الضغط على لعبة النادي الأهلي الفاصل اللي كان حسبيا ورقميا نقطة قبل بداية المباراة أصبح أربع نقاط وبالتالي الضغط بقى أكتر على بيرامدز الضغط بقى أقل على الأهلي ونتمنى إن شاء الله أن ده يساعد مرسل كل أدار المباراة مبارح الحقيقة بشكل أكتر من رائع تغييراته والكلام على أفشة والحديث عن أفشة أفشة الحقيقة بشوف أنه أنا بشوف أنه كورة القدم هي الرياضة الوحيدة اللي في العالم التي لا تتحدث بلغة العدل والإنصاف يعني دايما نتايجها ممكن أوقات كتيرة جدا تبقى غير متوقعة دايما مطشطها مش بيفوز فيها دايما الأفضل دايما في أوقات كتير جدا بتلاقي مفاجآت لكن أنا بشوف أنه العدل والإنصاف اتجسد مبارح تحديدا لمحمد مجد أفشة صحيح صحيح أنه الأهلي كان فيه نجوم كتير جدا فايقة وكانت سبب فيه الوصول بالمباراة دي بنتيجة الفوز النادي الأهلي منهم حسين الشحات منهم وسام أبو علي لسجل هدفين لكن الحقيقة أنا عايز أتكلم كتير على أفشة ومن حقه أنه إحنا نديره حقه أفشة واحد من اللعيبة اللي دايما بتصنع الفرق خد بالك مش في الظروف الطبعية وهنا عايز أتكلم شوية على منتاليتي محمد مجدي أفشة أنا ليه وفع طويلا النهاردة مع محمد مجدي أفشة في الحلقة لكن حط في اعتبارك دايما أن هذا اللعب تعرض في أوقات كتير جدا لظروف صعبة مشي في أوقات كتير جدا في ظروف ضد الطيار يمكن يكون تعرض لظلم مثلا على سبيل مستوى المشاركة مع منتخبنا الوطني لكن ده ما أثرش عليه يمكن بعد في أوقات كتير جدا عن تشكلة النادي الأهلي تشكلة الأهلي الأساسية لكن ده برضو ما أثرش عليه في كل وقت وفي كل مناسبة وهنا بتكلم على مستوى الفعالية يا جماعة احنا مش بنقيس النجوم بالشو الإعلامي وبالسوشال ميديا وبالبروباجاندا اللي بتعملها الصفحات والأكاونتات اللي موجودة على مواقع التواصل أنا بقيس دايما نجومية اللاعب بقدرته على إحداث الفارق اللاعب النجم هو اللي يقدر دايما يحقق أو يكون سبب في تحقيق لقب وبطول وده دور قام بي محمد مجدي أفشا على مدار فترات طويلة جدا تقدر تقول كده أنه كان صاحب بصمة في كل بطولة أو في كل لقب حققه النادي الأهلي مش بس بتكلم على اللقب القضية مش بس بتكلم على بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي حققها الأهلي على حساب نادي الزمال يمكن تكون دي اللقطة الأشهر لمحمد مجدي أفشا ويمكن تكون جاد في الظروف كان هو حقيقي واحد من أهم من جوم النادي الأهلي في الفترة دي على مستوى التقلق على مستوى التواهج على مستوى قناعات موسماني بيه في الفترة دي ومن قبل الزمالك افتكر دور محمد مجدي أفشا في المغرب في مباراة دور القابل النهائي قدام الوداد في كازابلانكا ومن هنا والغاية دلوقتي إيس في لحظات كتيرة جدا في مطشاط من العيار التقيل مطشاط ظروفها صعبة مطشاط الخسم أو المنافس فيها ليه وزنه وليه حجمه وإيس إزاي كان دور محمد مجدي أفشا قياسا بالفرصة اللي كان بتتحلي أو الوقت اللي كان بيتحلي للمشارك عشان كده كل وقت بتحتاجه احتاجته كبديل في كازابلانكا في مواجهة الوداد على ما لعبه في نهاي دور الأبطال فنزل وأحدث الفارق وكان واحد من أهم أسباب صحيح معلول ومنعم هم اللي حطوا بصمتهم أو توقعهم على هدف التعادل اللي جاب البطولة للأهلي لكن أحدث اللقاء وتغيير مجرياتها كان عامل أساس فيها محمد مجدي أفشا ارجع لكايزر تشيبز نهاي دوري أبطال إفريقيا باردو في كازابلانكا هتلاقي محمد مجدي أفشا كان حاضر وكان موقع وكان باصم بالعاشرة على أن اللقاء بيظل فيه الجزيرة ارجع لنهاي كاس مصر قريب جدا قدام الزمالك هتلاقي هدف وأسيست والأروع من محمد مجدي أفشا وارجع للقضية بتاعة مبارح هتلاقي واحد من أهم الأهداف اللي ممكن تكون سبب كبير جدا في فوز النادي الأهلي بالبطولة عشان كده الحقيقة زي ما بحي كل نجوم النادي الأهلي اللي عملوا اللي عليهم مش بس في مطش مبارح عملوا اللي عليهم في موسم صعب جدا وتعرضوا لمرحلة من مراحل الضغوط والإجهاد ومش هقول في وقت من الأوقات والتشبع لأنه لعبة النادي الأهلي ما تعرفش معنى التشبع وعلام البطولات ولا ملفوز لكن في النهاية اللعيبة دي كانوا رجالة جدا 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 وعملوا اللي عليهم الحقيقة وزيادة في ظل ظروف وضغوط صعبة جدا جدا ما يتحملهاش وما قدرش يتعامل معاها غير لعيب يليق بكواليتي نادي الأهلي ومنهم وعلى رأسهم في مطش مبارح رغم أنه ما لعيبش وقت كبير خد يمكن عشر دقائق في المباراة لكن حتى في العشر دقائق دول نزل وهو جاهز ومستعد وكان واحد من أسباب فوز النادي الأهلي بثلاث نقاط غالية نجوم كتير جدا تقلقهم بارح يمكن نجوم ما كانوش في أفضل مستوياتهم لكن الفريق ككل عمل اللي عليه وجاب لنا ثلاث نقاط غالية جدا عندنا في السادسة النهاردة أكتر من الموضوع طب خليني الأول أبدأ قبل ما أدخل في الموضوعات بتاعتنا النهاردة أقول لكم الموطشات اللي جاية لأنه يبدو أن الأسبوع ده هو أسبوع الحسم يعني نتمنى كده إن شاء الله بإذن الله يقدر الأهلي فيه إن شاء الله في خلال الأيام اللي جاية وخصوصا مع مواجهة بيرامدز يقربنا بشكل كبير من حسم لقب البطولة وأتمنى إنه الأهلي يحسن بدري بدري عشان نريح بدري بدري ونستعد لموسم شاق جدا وطويل جدا وصعب جدا وهو الموسم القادم عندنا مطشات مهمة جدا على مستوى الكوبة وعلى مستوى اليورو أولها فجر غدا يعني الساعة 3 بعد نص الليل النهاردة بتوقيتنا هنا في القاهرة هتكون مباراة المركز الثالث والرابع في كوبة أمريكا هتجمع بين الأورجواي اللي خرجت من المنافسة على البطولة رغم أن حقيقة أنها كنت مراهن على الأورجواي من بدايتها لكن خرجت على إيد كولومبيا في مواجهة كندا هيلعبوا الساعة 3 فجر غدا إن شاء الله يعني 3 بعد منتصف ليل القاهرة النهاردة على المركز الثالث والرابع بكرة نهائي اليورو النهائي المنتظر بين قوتين عزمتين بتكلم على إنجلترا بوصفها واحد من أفضل منتخبات إنجلترا على مدار تاريخها هنا الكلام على المستوى الفردي تكلم على العناصر تكلم على الخبرات تكلم على الأندية اللي بينتموا ليها لما تكلم على القيمة التسويقية بالتأكيد إنجلترا هي الأقوى هي الأفضل هي الأكبر على مستوى منتخبات أوروبا في اليورو لكن لما تيجي تتكلم على الأفضل وتيجي تتكلم على الأمتع لازم تحط بين قوسين كبار جدا منتخب إسبانيا صاحب أفضل عروض أو أقوى عروض في بطولة اليورو دي واللي كتير من الناس ومنهم أنا شخصيا متعاطف جدا مع الإسبان وأتمنى أن هم يتواجهوا باللقب مباراة هتكون كبيرة جدا مباراة طاليق بنهائي بطولة واحدة من بطولات اليورو الأكثر امتاعا على مدار التاريخ بكرة إن شاء الله الساعة 10 بتوقيتنا ثم فجر الاثنين إن شاء الله هيكون نهاية الكوبة اللي هيجمع بين منتخبين برضو في أمريكا الجنوبية من العائلة تييل هم كولومبيا والأرجنتين أخبارنا إيه والسعادة الأهلي المدرن إيه كل التفاصيل هتكون معنا في سدسة لكن بعد الفاصل